عندي موضوعات كتيرة جداً عايزة أتكلم فيها مع حضراتكم ولكن خلوني أبدأ بمباراة النادي الأهلي مع أو بفوز النادي الأهلي على البنك الأهلي الحقيقة يمكن حضراتكم خدتوا بالكم من كلامي مبارح وأول مبارح قلتلكوا إيه؟ قلتلكوا أنا اللي همني في مباراة البنك الأهلي دي حاجة واحدة بس ثلاثة نقاط لن أنظر لأداء مش هبص اللعيبة بتعمل إيه؟ ليه؟ لأنه في النهاية لما تلاعب فريق كبير زي نادي الزمالة تكسبه 3-0 في مباراة أنت كنت الأفضل فيها من كل النواحي جماهيرياً وتنظيمياً وتكتيكياً وكل حاجة مثل هذه المباريات المباريات اللي بعدها على طول بتخلي عندك شوية راحة مش عارفة أقولها أكتر من كده لكن هي بتخلي عند اللعيب أو عند معظم اللعيبة راحة كده تخليك إيه مستريح ونازل منتشي في أرض المال منتشي بتاعتنا منتشي بتحب الكرة يعني مش منتشي يعني بتحب كرة القدم فبالتالي مبسوط وسعيد أن أنت كسبت فريق كبير زي نادي الزمالك وفريق قمة بالمناسبة وبعد كده بتلعب مباراة فبتبقى حاسس بيها ببعض السعادة وأن أنا خلاص شلت من على دماغي ضغط كبير جدا فأنا كلنا كنا متوقعين أي حد لعب كرة قدم متوقع أن مباراة النهاردة مباراة لن ننظر للأداء على الرغم من الأداء لم يكن سيئ خلي بقى لحضراتكم لأنه كان هناك تغييرات كثيرة جدا على أرض الملعب عملها مارسيل كولر وزي ما حضراتكم سمعتوا فيه الاستوديو التحليلي من شوية مع كابتن أيمان شوقي ومع انجمنا اللي كانوا متواجدين اتقال كل هذا الكلام ولكن كلنا بنجمع على شيء واحد أن النادي الأهلي في الصدارة وأن مارسيل كولر بيتحدى الغيابات والإصابات وبيواصل مسيرة الفوز والانتصارات والحقيقة ده موضوع مش سهل موضوع مش سهل كل اللعيبة اللي كانت موجودة النهاردة يعني شفنا واحد زي بقيمة هي صفقة خالد عبد الفتاح معرفش بقى الناس هتضحك تاني ولا هتعمل ايه لأن أنا لما بقول حاجة بعض من لايه وشجع النادي الأهلي يبتدي يقعد يضحك ويهزي ويقول لك يا عم انتو جبتوا صفقات مجد قفشة صفقة وهو دلوقتي الحمد لله والشكر لله كلام اللي احنا قلناه وقلنا ان القرار التاريخي اللي خده مجلس ادارة النادي الأهلي وادارة الكرة وكابتن محمود الخطيب بإراحة كل اللعيبة الكبار خليتهم يرجعوا هم اللي عاملين الفرق اللي حضراتكم شايفينه ده في عدد النقاط عن فيوتشر اللي هو في المركز التاني وفي الزمالك شوف بقى تقريبا الفرق عشر نقاط او حداشر نقطة حقيقة حداشر نقطة تقريبا فالقرار التاريخي ده هو السبب الرئيسي الرئيسي فانيظهر لعبة النادي الأهلي بهذا الشكل ده انا دايما بأسر عليه وبقوله لحضراتكم من يوم ما تم اتخاذ هذا القرار واتهجمت على الموضوع ده كتير جدا ولكن الحمد لله يعني الايام بتبين وبتثبت ان الحمد لله والشكر لله مهما كانت الامور احنا بنطلع نقول لحضراتكم الحقيقة ما بنطلعش نجدب ولا نطلع نطبل ولا نطلع نقول لكن بنطلع نقول الحقيقة كاملة بدون اي شيء اشتركوا في القناة